محاولة بعث الكهنوت عنوان اللحظة الراهنة للانكلاب في المرحلة التي يصفها مراكبون بالثلث الأخير من المعركة التي تدور رحاها على أبواب صنعاء والحديدة وأجزاء متفرقة من البلاد إنشاء دار إفتاء سلالية من قبل تحالف الانكلاب تعيد الأذهان الكهنوتية الدينية التي كانت ملازمة للسلطة السياسية في عهد الإمامة والغطاء الديني للتسلط السياسي الذي أزهق دماء الأحرار على مائدة أحمد ياجناه الهيئة التي حملت أسماء سلالية بعينها استبعدت أحد أعلام الاعتدال اليمني القاضي العمراني الذي كان يحظى بالإجماع الشعبي كمرجعية فقهية خالية من التحيوزات العصبوية التي تهدد التعايش المذهبي في البلد القائم على التنوع إلغاء مفردة الجمهورية وإراد مفردة الديار بديلا عنها صورة من صور المحو الممنهج للذاكرة الجمهورية وهو ما حمله طابع هيئة الإفتاء التي حملت اسم الديار اليمنية بديلا عن مفتي الجمهورية الجملة ذات الدلالة التاريخية لا علاقة للأمر بمدى شرعية القرار كون الانقلاب غير شرعي وكل ما يصدر عنه لا شرعية له لكن الأمر يتعلق باستبعاد كل ما له علاقة بالجمهورية والانقلاب على جوهر مخرجات الحوار التي وضعت معايير وتشريعات ناظمة للإفتاء الوطني الأبعاد والدلالات في تشكيل هيئة إفتاء إشارة إلى ضرب آخر ما تبقى من التنوع في الإطار الفقهي وتعين شخصيات سلالية لشغل دار الإفتاء في مناطق سيطرة الانقلاب محاكاة لسلطة الإمامة التي كانت تغلف جرائمها بفتاوى دينية وتضفي عليها طابعا دينيا دلالة توقيت لجنة الإفتاء جاءت بعد حملة التكفير المستمرة للخصوم خصوصا أن التعينات جاءت في المرحلة الأخيرة من الحرب ما يشير إلى أن الانقلاب ينزلق إلى خلق مزيد من انكسامات داخل المجتمع على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والسلالية مخاطر إسباغ الحرب بصبغة دينية سلالية بعد سنوات من الحرب في إطارها السياسي هو المآلات المحتملة التي تنتج قرارا يزيح الستار عن آخر فصول الانقلاب الهزلية والكارثية في ذات الوقت